اليوم أول ما طلعنا للشغل كان عدنا شغل أرضيات بورسلين 60 في 60 بهذه البناية بالطابق الثاني هنا بالبداية أول شي لازم ناخذ الوزن أخذنا وزن بالليزر من بعد ما أخذنا الوزن هنا بلشنا بالشغل وهنا أخذنا هذا الساف الوزن طبعا هذا ساف دستار بالبداية لازم ناخذ الساف هذا ونشتغله بشكل مضبوط على مدراح ناخذ عليه الشغل البقية راح يجي على هذا الوزن ويصير وزن واحد مثل ما شوفون قدامكم واشتغلناه بهذا الشكل هنا من بعدها راح يبلشون الوزن يشتغلون كل واحد راح ياخذ جهة ويشتغل بها براحته هنا أخذنا هذه الجهة وصلنا لهذه المرحلة بالعمل اشتغلنا طبعا الشغل مالتنا احنا بالبسيس والميلعاب السمنت والمي اللي خابطينا يسمونه شربة يسمونه ميلعاب المهم هس هنا وصلنا بالعمل لهذه المرحلة طبعا هذا البورسلين النوعية مالته إيراني القياس مالته 60 في 60 وبالنسبة لللون هو صاحب العمل اللي يختار الألوان طبعا احنا بالنسبة لنا بس نشتغل ما ندخل بالألوان اللي يختارها أبو البيت أو أبو العمل أو المقاول أو المهندس فهذا الشي يعود لهم وهم يختارون الألوان أشوف هواي ناس دائما يحتون على الألوان يقولون هذا اللون حلو هذا اللون موحلو المهم مثل ما شوفون قدامكم وصلنا لهاي المرحلة بالعمل طبعا هذا اليوم الأول بالعمل إن شاء الله باطل راح يكمل الشغل هنا مثل ما شوفون قدامكم وصلنا لهاي المرحلة لازم ننظف الشغل مالتنا بتشوفون القاع شلون نظيفة السيراميك اللي مشتغلينه شلون نظيف اهم شي بالعمل لازم من نظافة من بعد ما كملنا طبعا باتل راح نكمل عمل مالتنا اللي اتمنى منكم تخلونا لايك و متابعة واللي عند اي استفسار او ملاحظة يكتبناه بالتعليقات وتحياتي لكم